أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم علشان نقدر نتعرف على الصنف التالت اللي هم المنافقين لازم نعمل فلاش باك لقصة ظهور الإسلام منذ البداية في مكة المكرمة أنا سامع واحد بيقول لي أنت بتبص فين الكاميرا مش هنا يعمل حاج الحقيقة إن المنافقين علشان غمودهم فلازم إحنا كمان نشتغل بغمود شوية كتب تاريخ الإسلام بتقول لنا إن أول من أظهر الإسلام سبعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر بلال خباب سهيب عمار بن ياسر سمية أم عمار رضي الله عنهم وأرضهم جميعا فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه أبو طالب وأما أبو بكر فمنعه قومه وأخذ الآخرون وعذبه عذابا شديدا ومنهم كان أول شهيد في الإسلام السيدة سمية بنت خياط يعني باختصار الوضع في مكة كان مسلمين مستضعفين وعليت القوم وساداتهم من كفار القريش يعذبونهم فلا مجال للنفاق في هذا المجتمع ونتيجة للظروف الصعبة دي أذن الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرة الصحابة إلى الحبشة مرتين ثم أذن لهم بالهجرة إلى يثرب وفي الوقت ده كان سادة يثرب من قبيلتين الأوس والخزرج على وشك أنهم يعينوا ملك عليهم تفتكروا يكون مين؟ رأس النفاق والمنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول عليه من الله ما يستحق ولكن الله عز وجل صرف عنه أهل يثرب بمجرد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب مهاجرا تتخيل شعوره هيكون إيه تجاه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وكيف سيتعامل مع من حرمه الملك والسيادة في قومه هو ده رأس النفاق عبد الله ابن أبي ابن سلول نقدر دلوقتي نرجع لقعائدنا مرة تانية ترتيب ظهور الأصناف الثلاثة اللي في سورة البقرة كان بترتيب ظهورهم المتقون الذين كفروا وأخيرا المنافقون ولذلك قال ابن كثير رحمه الله ظهرت صفات المنافقين في السور المدنية لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة شايف واحد هناك مستغرب يقول طب مش كان أولى أنه يذكر الذين كفروا بالتفصيل الحقيقة أن الذين كفروا كان كفرهم واضح وضرارهم على المسلمين واضح أما المنافقين فكانوا متلونين كانوا يظهرون شيء ويبطنون شيء يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ولذلك كان عذابهم عند الله عذاب شديد قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا عندنا نعين من النفاق أو النوع نفاق في العقيدة قال الله تعالى فهؤلاء المنافقون يقولون بألسنتهم آمنا بالله وباليوم الآخر ولكن قلوبهم غير مؤمنة فهذه الآية الشريفة تتحدث عن النفاق في العقيدة المخرج من الملة المؤدي إلى عذاب الله الشديد وعلشان هؤلاء المنافقين لا ينتمون للمتقين ولا للذين كفروا ذكر في الآية الشريفة من الناس فهم فئة خاصة بنفسهم قال الله تعالى في الآية الشريفة وما هم بمؤمنين فهم ليسوا من أهل الإيمان هم نبات طفيلة يقتات على غيره يذهب إلى مصالح والنوع الثاني من النفاق هو النفاق عملي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان وأخيرا أخي الكريم لا تغطر بحلاوة اللسان ولنحرز جميعا على الإخلاص في القول والعمل حتى نخرج من دائرة النفاق جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر